تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب الهدى فالنور لاح لكل من هو حائر فالنور لاح لكل من هو حائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحى بسيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطاية دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هل أنت حريص على رأس مالك؟ النهار إذا تجلى وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخلاص هو الغاية في الأعمال وهو ركنه الأساس وربنا سبحانه وتعالى قال لنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عملا موافقا للشرع لا يراد به غير الله خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخلاص حقيقة الدين ولب العبادة وأساس كل عمل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن عمل لا إخلاص فيه لا روح فيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء من الخلاصات في القرآن العظيمة يريدون وجهه يريدون وجهه لا يريدون جزاء ولا شكورة أهل الإخلاص المعول عليهم أهل الإخلاص هم الناجون لأن الإخلاص يرفعهم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنب الكبائر الإخلاص حصن من الشيطان وهذا الإخلاص ينجي من الشدائد كما نجأ أصحاب الغار الثلاثة لأنهم دعوا الله بأعمال كلها إخلاص إن كنت وعملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ابتغاء وجهك الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة للوصول إليه حتى قال سفيان الثوي رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي لماذا الإخلاص شديد؟ لأنه ليس للنفس فيه نصيب لا سمعة لا ثناء لا محمدة لا مال لا رضاء الخلق لكن هذا الإخلاص له علامات وأمارات يعني أهل الإخلاص عندهم قواعد يسيرون عليها مثلا إخفاء الأعمال قدر الإمكان وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكثر عنكم من سيئاتكم لماذا كانت نافلة الليل أفضل من نافلة النهار؟ والاستغفار في الأسحار أفضل لأنه أبلغ في الإسرار نافلة الليل يعني قيام الليل أفضل من صلاة الضحى مثلا والاستغفار في الأسحار أفضل من الاستغفار بالنهار لماذا؟ لأنه أخفى أقرب إلى الإخلاص صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر ألا تعلم شماله ما تنفق يمينه أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية كان من وصايا السلف التي يتواصونا بها أكتم الحسنة كما تكتم السيئة كان الرجل جمع القرآن حفظه وما يشعر به جاره وكان الرجل يصلي الصلاة طويلة في بيته وعنده الضيوف لا يشعرون به ما في عمل كانوا يقدرون أن يعملوا في سر فيعلنونه كان المسلمون يشتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت لأنه همس بينهم وبين ربهم زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله كان صاحب مال لكن ما كانوا يرونه يعطي فاتهموا بالبخل اتهموا بالبخل لما مات عرفوا أنه كان يعطي مئة أهل بيت يعولهم في المدينة مئة أهل بيت وما كان أحد يدري لما ذهبوا لتغسيله وجدوا في ظهره وأكتافه أثر نقل الجرب والمملوء بالطعام إلى الأرامل والمساكين كان الناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ولا من يعطيهم حتى مات علي بن الحسين فقد ذلك عرفوا أنه هو اللي كان يعطيهم كان الرجل يجلس المجلس تجيء عبرته فيردها فإذا خشي أن يغلبه البكاء قام وبعضهم كان إذا غلبه أخذ المنديل وقال الزكام شديد ألم يقل عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا خاليا كانوا يخفون أعمالهم عن زوجاتهم وأقرب الناس إليهم يعني كان داود بن أبي هند يخرج في الصباح إلى عمله وأهل أعدوا له إفطارا يسمى طعام الغداء الإفطار عندهم يتصدق به في الطريق وينوي الصيام نوى الصيام ويجلس هكذا إلى قرب المغرب يعود إلى أهله فيتعشى فيظن أهله أنه أكل إفطارا في السوق ويظن أهل السوق أنه أكل عند أهله المخلصون يعدون الخبيئات ليوم تبلى فيه السرائر قيام ليل صدقات خاصة بكاء من خشية الله كان الواحد رأسه مع رأس امرأتي على وسادة واحدة بل ما تحت خده من الدموع ولا تشعر به امرأته كان الواحد يقوم في الصف تسيل دموعه على خده لا يشعر به الذي بجانبه حسان بن أبي سنان تقول زوجته كان يخادعني كما تخادع المرأة صبية فإذا علم أني نمت سلى نفسه وخرج قام يقوم الليل كان منصور بالمعتمر يظهر النشاط لأصحابه فيحدث وميكثر إليهم ولعله بات قائما على أطرافه ليخفي العمل كان أيوب السختياني يقوم الليل فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه الآن قام كأنه الآن قام يقول أذكار إذا سمع من سمعه يقول هذا قام الآن من نومه واحد من الأطفال دخل على أحد السلف ويقوم الليل وخرج يبكي قالوا هذا ماله قالوا إنما قلد من رأه ما في شيء الولد لا جايع ولا ممغوص لكن رأى ذاك يبكي خرج الولد يبكي ابن المبارك رحمه الله كان من أهل الإخلاص العظام قال بعضهم يعني إذا كان ابن المبارك يصلي نحن نصلي إذا كان يصوم نحن نصوم قالوا يوم الأيام نحن معه في الليل انطفأ المصباح فأخذ أحدنا المصباح كي يستشعل له شعلة فلما رجعوا بالمصباح إذا وجع عبد الله مبارك غارق بالدموع بل له ليش؟ ذكر ظلمة القبر قلنا هذا الفرق بيننا وبينه أهل الإخلاص من علاماته أنهم يؤتون ما آتوا وكلوبهم وجلة يعني يخافون أن لا يقبل منهم لما قالت عائسة إلى رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وكلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسركون قال لا يا بنت صديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم كانوا يهضمون أنفسهم يعني عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان وإذا لحقه ناس ساروا خلفه في الطريق للسؤال يقول ارجعوا فإنه يعني هذا المشي وراء الشيخ ذلة للتابع وفتنة للمتبوعة ذلة للتابع وفتنة ارجعوا واحد من السلف يقول لمن حوله لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد منكم الجلوس إليه وهو من هو بشر بن منصور صلى وطول فلاحظ أن رجلا ينظر إليه تفطن له فلما انصرف نادا قال لا يعجبك ما رأيت مني فإن إبليس كان قد عبد الله دهرا ثم صار إلى ما صار إليه واحد من السلف كان يقوم الليلة أو كان يصل يعني في صلافة دخل واحد من الوقحين يعني سليط اللسان قال له يا مرائي قال والله ما عرف اسمي غيرك سفيان الثوري يؤتى فيقال رؤيت في المنام بهيئة حسنة رؤيت في المنام إن الله غفر لك رؤيت في المنام إنك دخلت الجنة يقول أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات جاء واحد من خراسان إلى الإمام أحمد قال الحمد لله الذي رأيتك قال اقعد أي شيء هذا من أنا جاء واحد إمام أحمد قال جزاك الله عن الإسلام خيرا فاغتم وقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا أثنوا على واحد من السلف قال لمن معه يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فلما ينفع كلام الناس الإمام أحمد جاءه واحد يقول أمي مقعدة تقول اذهب وقل للإمام أحمد يدعو لي فقال الإمام أحمد أنا أحوج إلى دعائها من حاجتها إلى دعائي أنا أحوج إلى دعائها من حاجتها إلى دعائي وويس القرني حدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفضل التابعين وسيد التابعين ويأتي كان عنده أصلا برص وسأل الله أن يعالجه ويبقي شيئا منه يتذكر به نعمة الله عليه فبرئ الرجل الله عز وجل شفاء إلا موضع درهم من البرص كان عنده سرته بس يتذكر أنه كان يوم الأيام عنده هذا كان له أم هو بها بر جاء مع عمداد أهل اليمن إلى فتحات الشام مرورا بالمدينة اكتشف عمر بن خطاب عمر كان سمع الحديث حديث أويس القرني من النبي صلى الله عليه وسلم وبقي يسأل من هو من هو أويس حتى جاء الدفعة اللي فيها أويس أرحب به عمر وقال أدعو لي استغفر لي قال أنت أحق أن تستغفر لي قال أنا أكتب لك إلى عامل الكوفة يعني توصى فيك قال أكون في غبراء الناس أحب إلي في غبراء الناس لا أريد توصيات ولا شيء لما ذاب للشام والناس فطنوا إليه أويس أويس اختفى راح ما عاد يدرا وين راح دخل سفيان الثوري مكة وأطبق الناس عليه في الحرم قال إن لله وإن إليه راجعون أخاف أن يكون ضيعت الأمة حيث احتيج إلى مثله إبراهيم بن أدهم كان إماما في الزهد في بلد معروف خرج إلى بلد أخرى لا يعرفون شكله فدخل بستانا في طرفها فسمع أهل البلد الثانية أن الإمام إبراهيم بن أدهم جاء جاء هو دخل البستان فاندفع الناس إلى البستان يدورون يسألون أين إبراهيم بن أدهم أين إبراهيم بن أدهم وهو يدور معهم ويقول أين إبراهيم بن أدهم أين إبراهيم بن أدهم دخل ابن محيريز السوق من كبار فقهاء السلف ليشتري ثوبا واحد من جالس في الدكان اللي جاء إليه بن محيريز قال لصاحب الدكان انتبه انتبه هذا أبن محيريز أحسن بيعه يعني لا تغش أصدق معه خفضله في السعر نزله في السعر سمع ابن محيريز وغضب قال يا أخي إنما أشتري بمالي لا بديني وطلعوا ما أشترى من عنده ابن المبارك في سرية في الجهاد في بلاد الروم لما صفوا أمام بعض المسلمين لما صف المسلمون والروم التقى الصفان خرج واحد من الروم يتحدى في المبارزة خرج إليه رجل من المسلمين ملثما فبارزه قتله فاجتمع المسلمون على هذا يقول الراوي نظرت فإذا هو عبد الله المبارك يكتم وجه بكمه فأخذت بطرف كمة فمددته قال أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا ليش تفعل هذا حاصر جيش المسلمين حصنا من حصون الروم واشتد الأمر على المسلمين وصار فيهم إصابات وما استطاعوا يقتحموا الحصن بقيادة مسلم بن عبد الملك كان المسلمون واحد من المسلمين ما هم معروف مغمور عنده دقة ملاحظة لاحظ مكان مناسب وحفر نقبا من تحت وطلع من داخل السور وفاجأهم وقاتلهم وفتح الباب للمسلمين ودخل المسلمون وانتصروا هو السبب مثلما يريد يعرف من هذا ما استطاع لأنه دخل في الناس ما استطاع يعرف من هذا فذهب يعني يخطب في الجيش أسألك بالله يا صاحب النقب إلا خرجت إلي إلا جئتني أسألك بحقي عليك حق الأمير على الجند أن يطيعوه حق الطاعة إلا ما جئتني وانتظر مثلما انتظر جاء خلص النهار جاء الليل قبل الفجر في السحر حارس مثلما يدخل عليه يقول في واحد برة يقول أنه صاحب النقب ويشترط أنك ما تسأله عن اسمه ولا تكشف شخصيته ولا تعطيه شيئا وقال له ما طلب دخل ذاك عليه قال اتق الله يا مسلمة أحرجتني فأخرجتني أحرجتني فأخرجتني شيخنا عبد العيس باز رحمه الله واحد مدحه قصيدة شعرية طويلة قال كدرتني كثيرا اطلعت عليها كدرتني كثيرا لما تضمنته من الغلو في مدحي وإني أنصح قائلها أن يستغفر الله ولا يعود إلى مثل ذلك ومرة قال ستكتب شهادته ويسأل يوم القيامة يعني هؤلاء أهل الإخلاص من أهم علاماتهم أنه ما يردون الحق ما يردون الحق أبدا يقبلون الحق الجوهر الإمام في الدرس قال في عرض الكلام وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر ما أحد رد عليه خلاص الشيخ أفهم والشيخ أعلم في واحد شاب كان جاي من بعيد يطلب العلم استغرب الكلام طلق وظاهر وآلى طلق نعم حصل يعني جاءت واحدة وقالت أعوذ بالله لما دخل عليها قال الحقي بأهلك لقد عذت بمعاذ آلى حلف أن لا يقرب نساء وتأديبا لهن شهرا ومعتكف في العلية وافق لعله وقضاء اعتكاف رمضان اللي في شوال المهم أكثرنا في النفقة وقصة العسل وقصة مارية تأديبا لهن قال أما أنه ظاهر ما يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يظاهر لأن الله قال وإنكم لتقولون منكرا من القولي وزورا فكيف يسويها النبي عليه الصلاة والسلام يعمل منكرا من قولي وزورا فشكره وتهلل وقال أتوب إلى الله وأرجع صاغرا وقال غدا واجهني في الدرس ثاني يوم المسجد غاص على العادة ولا داخل الشاب فقال الجوهري أهلا بمعلمي مرحبا بمعلمي أمس قلت كذا وكذا ما أحد منكم فقه عني ولا رد علي وهذا فهم عني قال كذا وأنا أتوب إلى الله صاغرا وأرجع إلى الحق الإخلاص يكمل عمل غيره ما هي مشكلة الآن بعض الناس يقال لو شارك في المسجد يقول الله يا مسجد كامل على اسمي ولا ما أبغى ولا هو ليسوي المسجد الكامل ولا هو يشارك يا أخي يمكن المشاركة معنية صالحة أقرب إلى الله ما كانوا يكتبون أسماءهم لا على المساجد ولا على يفرون يفرون أن يذكروا بين الناس صفات أهل الفردوس الأعلى نسل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم أيضا بعض الأسئلة الباقية لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في المرة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب الهدى فالنور لاح لكل من هو حائر تهدي إلى الحق المبين بصائر